حدثني أعقل المجانين عن مذكرات آدم وحواء أعنا وسهر بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حكاية شاعر مجنون حيث نقول ما لا يقال ونقول الكلام الذي لقيل من قبل لم أصرح أن نرمه إليه الآن مذكرات آدم وحواء تم ذكرها في كتاب أنت خريستوس الجزء الثاني لكن هل هذه هي المرة الأولى التي تذكر فيها مذكرات كتبها آدم النبي وأمنا حواء طبعا لا فأنتم وأنتم جالسون تشاهدون أن الآن يمكنكم أن تبحثوا على هواتفكم وتكتبوا وستجدون هذا الكتاب وهو كتاب من تأليف مارك توين وجميعنا يعرف أن مارك توين هو كاتب أمريكي هزلي بعض الشيء لديه الكثير من الحركات الهزلية والروح المريحة وكتابته جميلة وبنفس الوقت مختلفة عن باقي أقرانه فهو ككاتب يفهم روح أمريكا ويعرف كيف يتعامل مع الجميع لكن أنتقى تحت يديه مذكرات هذا ما لم يحصل فسنجد اللغة المستخدمة في هذه المذكرات ما هي إلا توقع عما يمكن أن يكون عليه آدم وتكون عليه حواء كإنسان بدائي وكلنا نعرف أن آدم وحواء ليسا بدائيين فالكتاب نفسه يتحدث بطريقة غريبة على لسان سيدنا آدم وعلى لسان أمنا حواء فلا مانع لديهم من التطاول على النبي كونهم حتى لا يعترفون بكونه نبيا لكنهم يعرفون أنه أبو البشر تجد أن هذا الكتاب يتحدث عن آدم وحواء كمذكرات فيما جرى معهم من ابتكار هذا المؤلف الذي لا يعتمد على شيء في الحقيقة لكن النقطة الثانية أنه في كتاب أنت خريستس الجزء الثاني الذي قرأه الكثير من الناس هذا الكتاب يذكر فعليا الوصول إلى مذكرات كتبها سيدنا آدم وأمنا حواء إذا لنفكر في الأمر بشكل منطقي لن أدعي نفي هذه الفكرة بشكل كامل ولا إثبتها بشكل كامل لكن كمنطقي هل هناك ما يمنع أن يكون سيدنا آدم وأمنا حواء قد كتبوا مذكرات حتى لو كانت على جلود أو ورق بردي أو بغض النظر عن نوعية المادة المكتوبة عليها لا يوجد شيء يمنع فسيدنا آدم عالم وسيدنا آدم يعرف الأسماء كلها أي أنه علم يفق حتى علمنا نحن البشر العاديين الموجودين على الأرض وبنفس الوقت إن كان عالما فلابد أنه علم حواء فأجرت ما بينهما الكثير من الأمور فهل هناك ما يمنع أن يكتب؟ لا ليس هناك ما يمنع أن يكتب هل هناك ما يستجوب أن يكتب مذكرات من أجله؟ أيضا لا يوجد لأن سيدنا آدم عاش أكثر من ألف عام الاستدلال على أن سيدنا آدم عاش أكثر من ألف عام هو عمر سيدنا نوح فإذا ذهبنا إلى القرآن سنجد أن سيدنا نوح عاش أكثر من تسعمائة وخمسين عاما يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى إذن متى بعث سيدنا نوح بالنبوة؟ لا بد أنه بعث عن سن الأربعين ولابد أنه بعث أكثر من ذلك أيضا إذن لنفترض أنه بعث على سن الأربعين وأمضى تسعمائة وخمسين عاما في الدعوة هذه إلى حالها اقترب من الألف وأيضا سيدنا نوح عاش من بعد الطوفان وتزوج بامرأة أخرى غير زوجته التي هلكت مع ابنه في الطوفان وأنجب منها إذن لابد أن سيدنا نوح عاش أكثر من ألف عام أو أكثر من ألف ومائة عام فما بالك بمن آمنوا بسيدنا نوح وعاشوا معه إذن هم أيضا عاشوا مئات السنين انظر إلى الحياة ما قبل سيدنا نوح لأنه من بين سيدنا نوح تتحدث عن أربعة أجيال كل جيل عاش مئات السنوات فسيدنا آدم من الطبيعي كونه الإنسان الأول وكون حياة البشر كانت أطولة في ذلك الوقت أن يكون عاش أكثر من ألف عام فمن الطبيعي أن يكون قد رأى الكثير من أحفاده وأبنائه فمن الطبيعي جدا أن يكون قد نقل هذه الحكاية ما جرى معه إلى ابنه شيث ولابد أن شيث نقلها إلى أبنائه ولابد أن الناس الذين عاشوا على زمن سيدنا آدم وعاصروه عرفوا بالحكاية كاملة ولابد أنه أخبرهم بكل شيء فهو في بادي الأمر نبي الله تعالى أي أنه ليس عليه كواجب أن يكتب ما جرى معه في مذكرات أو أفكاره عن حواء أو ما إلى ذلك ثم سنراعي اللغة التي كتب بها فسنجد أن في أنت خريستوس كانت أغلب الحكاية عما جرى معهما في الجنة ومن ثم انتقلا إلى الأرض وما الذي جرى معهما هناك مع أن لدي اعتراضا بسيطا عما جرى أو بطريقة سير الأحداث في المختطفات التي جلبها من مذكرات أدم وحواء لأن الطريقة الوحيدة لك أن تحصل على هذا العلم ليست بالأسلوب الذي أنت تتبعه لم يكن في متناول يده أي استخبارات أو محاولات أمنية أو كتب سرية مما يوجد بالفاتيكان لكنه سيدعي أن هذه المذكرات موجودة في الفاتيكان وهو ما لا يمنع ذلك بالمناسبة ومن ناحية أخرى الحكاية الموجودة في الكتاب تتحدث عن ما جرى معهم ومع إبليس ولحظة نزولهم إلى الأرض وحكاية خلقنا وتكويننا وكيف أراد أن يمنعنا من التفكير في أننا أبناء محارم مبدأه لأحمد خارد مصطفى صحيح لكن طريقته كانت خاطئة وسنشرح هذا في حلقة لاحقة لها علاقة بخاطئة سيدنا آدم لكن ما أريدهم من حلقة اليوم هو أن المذكرات لديها لغة خاصة بها وقد تكون كتبت بالعربية وقد تكون كتبت بلغة أخرى لا أحد يعرف لكن إن افترضنا أن هناك مخططات قديمة وجدت فالطريقة الوحيدة للكاتب أن يحصل عليها هي عن طريق الديب ويب الانترنت المظلم لكن هذا أيضا فيه خطورة فسنجد أن مصدر المعلومات في هذا الأمر هو ما يسمى بالإسرائيليات التي قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة لكن أمر كهذا مذكرات آدم وحواء ليس أمرا سهلا فقط أن نسمع به وندعه يمضي فهناك حقائق معينة لها علاقة بهذه المذكرات إن كتبت ففيها الكثير من الحقيقة وحتى فإن كتبت فلديها الحقيقة كاملة فسيسعى الجميع ويتكالب على مسحها ويلغائها من الوجود لأنها ستثبت صواب الإسلام فلابد أن سيدنا آدم استخدم لفظ الجلالة لابد أن سيدنا آدم دليل واضح وصريح على وجود الله تعالى فكل الملحدين وكل الجماعات السرية وكل من يحارب الله سيسعى إلى إلغائها لكن الديب ويب فيه أناس لا يخفون أحدا ولا يستطيع أحد الوصول إليهم واستطاع الوصول إلى معلومات سرية ورفعها على الديب ويب وقد تكون هذه الأوراق من ضمن الأوراق البحثية التي رفعها الكثير من الأدباء والعلماء الذين تم اغتيالهم أو المخفيين من على وجه الأرض أو لأي سبب آخر فتمكن أحمد خارد مصطفى من جلبها النقطة التي أريد أن أطرحها هو أنه لا يوجد حازة لكتابة هذه المذكرات وفي نفس الوقت لا يوجد ما يمنع أن تكون موجودة فلو كتبت ووجدت هناك الكثير من الأمور التي ستكشف وهناك الكثير من الأسرار التي ستكشف ولا بد من أن المؤمنين يتوقون إلى الوصول إلى نص كتبه أبوهم الأول خصوصا وأن هناك الكثير من التساؤلات عما جرى مع سيدنا آدم وسيدنا آدم هو الوحيد القادر على إجابة أو إعطائك إجابة قطعية فالبشر بناء على عدام ثقافتهم يرفضون كل ما يتي من الإسرائيليات ويتبرون أن كل هذه العلوم الموجودة في الإسرائيليات والأحاديث ما هي إلا كلام مزيف لكن ماذا لو كان يوجد أحبار ورهبان وحخامات لا تخشى في الله لما تلائم ووصلت إلى الحقيقة وعرفتها ولا بد أن هذه المخطوطات بشكل عام التي وجدت في البحر الميت والمخطوطات التي وجدت في مصر والمخطوطات التي وجدت في أكثر من مكان وتم إخفاؤه الكثير منها والتي تحتوي على مئات المخطوطات لا بد أنها احتوت كل شيء بالذات حكاية سيدنا آدم وحواء بالشكل الصحيح والسليم والمتكامل لماذا كتب جون ميلتون باردايس لست على سبيل المثال لماذا ذكر فيها حكاية الخلق منذ البداية لماذا ربط ما بين إبليس والأفعى لماذا ذكر حكاية عن سيدنا آدم وحواء وحكاية الخلق الكاملة في كتاب كبير في قصيدة شعرية كبيرة ألا يكفي وجود مذكرات آدم وحواء إن كانت وجدت لتظهر إلى العلن إذن لابد من وجود حقيقة معينة يتم تزيفها وهذه الحقيقة مرعبة بحق والنقطة المرعبة فيها هو أننا على الدين الصحيح وأن سيدنا آدم مسلم وأن سيدنا آدم لابد أنه تحدث عن كل شيء بالشكل المناسب وهناك دليل قطعي على وجود الله ودليل قطعي على أنه نبي ودليل قطعي على الكثير من الحكايات التي حدثت ما قبل الطوفان ولابد أن نعرف حكايات عن الكائنات التي خلقت قبل سيدنا آدم عليه السلام إذن حكاية وجود نصوص تم تحريفها لابد من ذلك فقد فشلت البشرية عبر قرون من الزمن في الحفاظ على الكتب السماوية إلى أن تعحد الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على القرآن فلن نستغرب وجود مذكرات كتبت على زمن سيدنا آدم سواء كان هو كاتبها أم غيره ممن عرفوا حكايته وممن عصره وشاهدوه مثل سيدنا إدريس عليه السلام الذي شاهد سيدنا آدم رأي العين فهو من أحفاده مقبل الطوفان فلابد من إخفاء هذه الحقيقة لكن إخفاؤها دائما لديه أسلوب فمن يريدون إخفاء هذه المعلومات يضعون معلومات مغايرة ومضللة بدلا منها فلابد من أنهم قاموا بكتابة الكثير من المؤلفات التي تتحدث عن هذا الأمر بأسلوب يضعون فيه فقط ما يريدونهم ولم تكن Paradise Lost لجون ميلتون إلا إحدى هذه المحاولات ومارك توين عندما كتب أراد الاستخفاف في هذا الأمر ووضع معلومات أو وضع حكايات أو التجربة فلا نتعجب أن يكون مارك توين هو أحد الأشخاص الذي أراد أن يجرب في هذا الأمر ويتخيل ليعرف كيف يمكن لأدم وحواء أن يفكروا من وجهة نظره هو إن كانوا هم البشر البدايين النسخة الموجودة في كتاب أنتي خليستوس قريبة بعض الشيء من الحقيقة أي أنها تحتوي على 10% إلى 20% من الحقيقة الموجودة على أرض الواقع أما فيما يتعلق بمارك توين هذلك الكاتب الأمريكي الهزلي وبجون ميلتون فلابد أن هناك أهداف لجماعات سرية لا تريد منهم أن يكشفوها أبدا واستغلتهم من أجل كتابتها بهذه الطريقة دمتم أنتم وصدقائكم وإحباكم بخير وسلامة يا جنال وقلاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة